مئتان وسبعون صوتاً هي كلمة السر الليلة والرقم الذهبي بل مفتاح الفوز في الانتخابة الرئاسية الأمريكية فمن يجمع هذا الرقم في المجمع الانتخابي يصبح الرئيس رقم سبعة وأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الساعات المقبلة ستحدد لنا من هو حتى ذلك الحين نرحب بضيفنا في الأستوديو دكتور جمال هلال المستشار الخاص شؤون البيت الأبيض سابقاً أهلاً بك معنا أربعة أعوام إذن لم نلتقي ها نحن اليوم عبر شاشة الغد نواصل التغطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لاختيار الرئيس السابع والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما المختلف في هذه الانتخابات حتى الآن من خلال متابعتك للإستطلاعات لكل المرشحين للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أعتقد أن الاختلاف الحقيقي في نسبة التساوي تقريباً 50% للمرشحة الديمقراطية 50% للمرشح الجمهوري ربما دي كانت أقرب نسبة من نسب الانتخابات السابقة التي بتحدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عملية الاختيار تتوقف على المواطن الأمريكي وأولويات المواطن الأمريكي في هذه الانتخابات بدون شك البعد الاقتصادي المحلي هو السبب الأول هناك خضايا أخرى مثل خضايا الهجرة، خضايا الإجهاد، الوضع الاقتصادي برمته، القضايا البيئية، النفط الأفحوري كل هذه القضايا الداخلية هي التي بتحدد، في النهاية الشخص الذي فرزب للتسويت سيفكر كثيراً ما هو التأثير في اختياره على حياته اليومية طيب، نتحدث عن نقاط القوة لكل المرشحين بداية كامالا هاريس هي نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ضمن منظومة الحزب الديمقراطي خلال أربعة أعوام تمت قيادة المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على صعيد داخلي أو على صعيد خارجي جيوستراتيجي وأيضاً علاقات مع دول العالم نقاط القوة التي تمتلكها وهل تحولت نقاط القوة بالنسبة للحزب الديمقراطي نقاط ضعف لكامالا هاريس في هذه الانتخابات؟ أعتقد كامالا هاريس ربما هناك نوع من الظلم بالنسبة لترشيحها لأنها أتت إلى السباق في شهر يوليو تموز يعني من حوالي أربع شهور فقط منصبها كنائبة للرئيس هو منصب ليس فيه الكثير من المجال لكي تنجز شيء أو تحقق شيء أعتقد أن في بداية حياتها كنائبة للرئيس أعطيت لها مهمة الهجرة غير الشرعية ولم يحدث الكثير إنجازاتها تعتبر محدودة إلى حد كبير نعم في مجال الرئاسة إنما يقف وراءها الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي ليس بالحزب الحيين في الولايات المتحدة وقوف الحزب الديمقراطي وراءها معناه إنها لو كسبت هذه الانتخابات فإن منظومة الحزب الديمقراطي هي التي ستساعدها في الحكم لمدة أربع سنوات كاملة هاريس جاءت امتدادا صراحة للرئيس أوباما الرئيس أوباما حكم لمدة ثم سنوات ثم جاء بايدن من بعد منه من الحزب الديمقراطي ثم جاءت كاملة هاريس مع بايدن فنجاحها هنا هو عبارة عن امتداد لما كان عليه للنهج الديمقراطي لكن هل تعتقد أنه في حال فازت كاملة هاريس ستستمر في النهج الديمقراطي الذي اتبعها أوباما أم بايدن هل ترى أن هناك فروقات ما بين إدارة أوباما وبايدن بداية شوف كل رئيس لابد أن يضع بصماته على الرئيسة حتى إذا كان من نفس الحزب حتى إذا كان نائبا لرئيس سم أفبح رئيس فبالتالي لا نستطيع أن نقول أن كاملة هاريس ستكون امتدادا حقيقيا ومطابقا لرئيس بايدن أو من قبله الرئيس أوباما ولكن سيكون هناك سمات شبيهة جدا بمن حكمها من قبل من الحزب الديمقراطي الاختلاف سننظر ونرى لأن في الواقع ماذا تتوقع عن؟ بخصوص دعنا على الأقل من يحدد ربما مقياس نبض الشارع الأمريكي من يحدد مزاج الناخب الأمريكي هو الملف الداخلي المتعلق بالقضايا التي ذكرت قبل قليل أبرزها الملف الاقتصادي والهجرة وما إلى ذلك لكن هناك ملفات أيضا خارجية أيضا تؤثر بطريقة أو بأخرى على الناخب الأمريكي كيف يمكن متابعة ذلك؟ أولا من ناحية التصويت ليس كل من يصوت لكاملة هاريس هو مؤمن بما ستفعله وليس كل من يصوت لترامب يؤمن بما ستفعله هناك كثيرا من الأصوات الاعتراضية رأينا بعض الرموز الحزب الجمهوري تؤيد كاملة هاريس لأنهم لاحظوا وشافوا وشاهدوا أن في خلال فترة بايدن لا فترة الرئيس ترامب الأولى نعم حصل هناك اختطاف للحزب الجمهوري فأصبح الحزب الجمهوري حزب شعبوي تخلى عن كثيرا من المبادئ الخاصة بالحزب الجمهوري نفسه فبالتالي هناك أصوات تذهب إلى كاملة هاريس رفضة لترامب هناك أصوات قد تذهب لترامب خوفا من كاملة هاريس لأن كاملة هاريس في الواقع لم توضح كيف ستكون طريقة حكمها لم تقم بأي مؤتمر صحفي توضح فيه بشكل كبير ما هي سياساتها الاقتصادية ما هي سياساتها البيئية كانت هناك رؤوس مواضيع فبالتالي فيه حالة من الغموض الشديد بالنسبة إذن غموض شديد بالنسبة لملامح الفترة المقبلة لو فازت كاملة هاريس في هذه الانتخابات لكن هذا الغموض اليوم في المقابل هناك من لا يريد لترامب أن لا يعود مجددا إلى سدة الحكم حتى من داخل حزب الجمهوري كما أشرت قبل قليل وكأن الآن المنافسة أصبحت بين الأحزاب لا بين الأشخاص تمام هناك كثيرون من الحزب الجمهوري يعتقدوا أن الحزب الجمهوري تحلل نتيجة الاتجاه الشعبوي الخاص بالرئيس ترامب وهذا في حد ذاته بدأ يحلل من المؤسسة كمؤسسة ربما البعض في الحزب الجمهوري يعتقد أني لو كاملة هاريس كسبت هذه الانتخابات ربما يكون هناك فرصة حقية لإعادة بناء الحزب الجمهوري في خلال الأربع سنوات التي ستحكم فيها الحزب الجمهوري بشكله الحالي سواء في من سيصبح رئيس الجمهورية في شكل ترامب أو في الانتخابات السلطة التشريعية سواء الكونجرس أو مجلس الشيوخ أيضا في غاية الأهمية أهميتها مثل تماما أهمية من سيكون رئيس الولايات المتحدة فبالتالي بالفعل هذه الانتخابات يحيطها مش عايزة أقول غموض ولكن يعني انقسام حاد الانقسام الموجود في المجتمع الأمريكي الـ polarization والانقسام الحاد بينعكس على المرشحين سواء كان ترامب أو كاملة هاريس سباق متقارب كما أشرت قبل قليل أقوياء العالم وضعفاؤه ينتظرون هذه النتيجة الولايات المتحدة بالنسبة للعالم وليس فقط للأمريكيين الرئيس هو مهم لأنه كما أشرت هناك تداخل كبير حتى على صعيد رسم السياسة الخارجية الولايات المتحدة والكل يضع بصمته الخاصة سواء كان من الحزب الديمقراطي أو من الحزب الجمهوري هناك مصائر تحدد هناك هالات هناك مشاريع في العالم أيضا الحديث أن الولايات المتحدة توزع المظلات المضادات كذلك أيضا الضمانات وهي سيدة الأساطيل بداية ما يهم الآن الشرق الأوسط من هذه الانتخابات ودائما تكرر هذه المسألة بالنسبة للقضية الفلسطينية العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الكثير كان يتفائل بأن بايدن عندما يأتي ويستلم الحكم في الولايات المتحدة كحزب ديمقراطي سيحقق نوعا ما من إنجاز في حل الدولتين لاحظنا بعد أربعة أشهر تقريبا شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة والسشدة حينها العشرات من الفلسطينيين تم تدمير عشرات المنازل في نهاية عهد بايدن آخر عام العام الانتخابي كان هناك حرب حتى الآن متواصلة في قطاع غزة حصدت أرواح عشرات الآلاف وأصابت عشرات الآلاف كذلك بدون شك بعد أن ينتخب الرئيس هناك الفترة الانتقالية التي تستمر من الآن إلى عشرين يناير كنون الثاني التي يتولى فيها الرئيس منصبه الجديد في خلال هذه الفترة هناك فريق يسمى الترانزيشل تيم الفريق اللي هو بيستلم الملفات من الإدارة السابقة ويعد أوراقه للإدارة الحديثة أو الإدارة الجديدة إذا نجحت كاملة هارس فأعتقد أني ربما ستكون سياساتها مع بعض التغير الطفيف هي امتداد لسياسات بايدن وامتداد لسياسات الحزب الديمقراطي ليس معناه دعم أعمى أو كامل ولكن لابد أن يكون هناك فترة معينة فيها نوع من أنواع الهدوء قبل أن تبدأ أي نوع من أنواع الضغوط ويتوقف أيضا على الوضع على الأرض إذا رأينا عداد من الضحايا تفوق ما نراه الآن ربما هذا يحرك الإدارة أن تبدأ بخطأ أسرع في التعامل مع هذا ملف لكن الإدارة ماذا تريد؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر